اشتركوا في القناة حتى من الغابات قصة رمزية مهمة يقولون ان في غابة فيها أسد تسلط ومتكبر ومؤذي وما يشوف الحيوانات شيء وفي يوم من الأيام قام يستعرض الحيوانات جمعهم من الفيل إلى الفار يناظرهم باحتقار والغابة هذه يوجد فيها فار حكيم وذكي وشاطر وجني مغني قام الفار وقال للأسد يا مولاي أتأذن لي؟ قال تفضل قال عندي موضوع أنا بطرح بين ايديك قال تعطيني الأمان يا مولاي وعلمك وش عندي؟ قال نعطيك الأمان تفضل علمنا وش عندك؟ قال الحيوانات تعلنتنا عليك يا مولاي يقولون ان كانت متكبر محتقرهم وشايف ان عمرك عليهم قال الفار يا مولاي شفتني أنا أصغر واحد فيهم ترني أقدر أقتلك فلا تحتقرنا قال كيف؟ قال نعم ضحك الأسد وطاح على جنبه يضحك إليه بدتني بانه ويضحك قال ما بقال لا أنت أذبحني؟ قال نعم قال الأسد اشهدوا اشهدوا تراني سامح له إن كان يقدر يذبحني تراني سامح له يذبحني وترى بحل انتهى الاجتماع وكلنا راح في دربة ويوم جاء الأسد ينام في الليل تذكر السارفة لا والله يوم قم يهوجس قال ها والله أن الفار إذا عنده علم والله ما قال إلا عنده علم ويقوم يتقلب يتقلب ليه نذن الفجر يقولون إن الأسد ما رقد الليل كله يهوجس ويتقلب يقول الفار وش عنده وش ناون عليه ذكر إنه يذبحه ثم غير رأيه قال لا عيب أنا عطيته كلمة وبعدين هو فار وش بيسول يوم أصبح الصبح وطلعت الحيوانات وطلع الأسد يبصيد لا والله ما في حيل دايقوا التعبانوا من السهر ألمهم ويحاول منه ومنه ما قدر ماش يا الله صاد له الرينب أرل بن صغير والأسد أصلا ما يكفيه درزا أرانب أكلها وراح ينام لا والله يوم تذكر صافة الفار لا والله يوم قام يتقلب من جديد وسريالين والأسد يتقلب في عرينة ما جاء النوم يهوجس في الفار وش بيسويبه يا ما قالت سيدا يا ما قالت سيدا لنصبح من الأسد استمر على هالحالة فترة أحيانا يجرون له جيفة وأحيانا يجبون له جريبيع وهالحالة والنوم هذا ما يذوق عينه وصار هزيل وما عاد يقدر يمشي ومريض مكمل الله والعالم شهرين أو ثلاثة ويجون الحيوانات في الصباح بيسلمون عليه إليه مشصص ما يتم في عرينة أسد ما تحمل الهواجيس والهموم والسهر وهو أسد قتلته كلمة من فار قالت الحيوانات للأسد وشلون خليته يموت قلبت خلتي هوجس ويسهر الليل ويتوقع الشر يا رايب نادم ما لك في الحياة إلا عمر واحد فلا تقضي عليه بالهواجيس والهموم والسهر وتوقع الشر مش حياتك واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك ومخك لا جيت ترقد أغسل بماء العفو لا تنام وفي مخك شيء السلام عليكم بسم الله الخير اشتركوا في القناة